كما تناول رئيس عبد الفتاح السيسي تأكيد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجال التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع ذلك لتتشيني مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة وشدد الرئيس السيسي على التزام مصر التأكيد على مبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله كما تؤكد مصر أهمية دفع أطر التعاون في مجالات التسويات المالية بالعملات المحلية واستثمار الميزات النسبية لدول التجمع لتشيني مشروعات اقتصادية واستثمارية وتنموية مشتركة لاسيما في مجالات الزراعة والصناعة والتحول الرقمي والطاقة الجديدة والمتجددة فضلا عن دعمنا للدور المهم لمجلس اعمال البريكس وتحالف سيدات العمال بالتجمع في تكسيف التعاون بين القطاع الخاص واصحاب الاعمال في الدول الاعضاء باعتبارهم شركاء رئيسيين في جهود تحقيق التنمية المستدامة السيدات والسادة قبل ان اختتم كلمتي اود مرة اخرى تأكيد التزام مصر بمبادئ ومحاور عمل تجمع البريكس وحرصها على تعزيز التعاون بين دوله بما يسهم في تعزيز دوره في ارسال الامن والاستقرار وزيادة نمو الاقتصاد العالمي وتحقيق اهداف التنمية المستدامة